ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لاجتماع الاعتيادية الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر الضيبية وفي بداية الاجتماع رفع المجلس أصدق التعازي والمؤساء إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى القوات المسلحة حفظه الله ورعاه وإلى أبناء مملكة البحرين وأساري وذوي الشهداء الذين استشدوا خلال تأديتهم الواجب الوطني المقدس ضمن قوات التحالف بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية المشاركة في عمليات عادة الأمل والمرابطة للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة داعينا المولى أن يرحمهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وحسن العزاء وأن يمنع على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل مشيدا في هذا الصدد بمواقف الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية التي عبرت عن وقوفها مع مملكة البحرين مؤكدا للمجلس أن شهداء الوطن سيظلون بعملهم البطولي في ميدان العزة والكرامة مثلين في الذاكرة الوطنية وبمناسبة الأمر الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بدعوة مجلسي الشورى والنواب للعقاد فقد أكد مجلس الوزراء التطلع الخطاب السامي الذي سيتفضل بتوجيهه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لدى رعاية جلالته افتتاح دور العقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب والذي سيمثل نهجا لمسارات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة لافتن إلى حرص الحكومة على الاستمرار في تعزيز آفاق التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق التطلعات المشتركة من أجل الوطني والمواطن بعدها وجه مجلس الوزراء بمناسبة يوم المعلم العالمي الشكر والتقدير لجميع المعلمين الذين يطلعون بجهود مقدرة في دعم المسيرة التعليمية وعداد الكوادر الوطنية القادرة على المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية والتطور متمنيا لهم التوفيق بعد ذلك قرر المجلس مايلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة لجنة الوزرية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول اعتماد موعيد إقفال الحسابات للسنة المالية 2023 مذكرة لجنة الوزرية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن مساهمات واشتراكات مملكة البحرين في المنظمات الدولية مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية بشأن إطار العمل بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة العمل بشأن تقديم المساعدات الإدارية في الدعاوة الأعمالية للعمال البحرينيين مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية حول دليل إعداد ودراسة وإبرام مذكرة التفاهم لحكومة مملكة البحرين مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب ثم استعرض المجلس ما يلي التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثاني من العام 2023 والذي أظهر نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.0% على أساس سنوي بالأسعار الثابتة فيما سجل الاقتصاد البحرين نموا إجماليا بنسبة 2.0% على أساس سنوي بالأسعار الثابتة وذلك في ضوء الاطلاع على مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم بين مصرف البحرين المركزي والبنك الوطني لجمهورية قرغستان في مجال التعاون المالي بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزرية بما يلي المشاركة في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المشاركة في قمة رؤساء الدول والحكومات بشأن التحديات التنموية المعاصرة نتائج الاجتماع الثاني للجنة التنسيق السياسي واجتماع اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق السعودي البحريني اجتماع الدورة السابع والخمسين بعد المئة للمجلس الوزري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع الوزري المشترك بين دول مجلس التعاون واليابان المشاركة في أعمال الدورة الستين بعد المئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية المشاركة في المنتدى العالمي لتنقل المستدام نتائج المشاركة في الاجتماع التاسع للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون والمؤتمر السادس والثمانين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون ونتائج المشاركة في منتدى الإعلام العربي ونتائج المشاركة في فعالية يوم السياحة العالمي الفين وثلاثة وعشرين ترجمة نانسي قنقر